من جهة الثانية أكد أركان لواء 149 محمد الوشاح أن قوات الجيش الوطني أصبحت على بوابة معسكر اللبنات الاستراتيجي شرق مدينة الحزم وأشار الوشاح في تصريحاً ليمن شباب لأن ميليشيا الحوثيين فشلت في استعادة المواقع التي خسرتها خلال معارك اليومين الماضيين وتكبدت بدلاً عن ذلك خسير كبيرة في الأرواح والعداد العدو حاول يتسلل قبل أيام وقمنا بالرد عليه وطردهم المواقع وتم استحلال المواقع ونحن الآن على بوابة اللبنات والحمد لله نحن لم يأتي مننا أي خسائر وإنما خسائر العدو لازالت يثث مرمي خلف المتارس والأطقم ولا زال العدو أمس العشي يعيد الهجوم يحاول استعيد مواقعه ولكن تم صده وقسره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة